عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدولي اجتماعا لمتابعة حصر ما تتحمله الدولة المصرية من مساهمات لرعاية ضيوفها من مختلف الجنسيات وأشار رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع إلى أن اللقاء يستهدف استعراض ومتابعة ما تتحمله الدولة المصرية من مساهمات نظير رعاية ضيوفها من مختلف الجنسيات والوافدين المقيمين في مصر من الأجانب الذين تصل أعدادهم طبقا لبعض التقديرات الدولية إلى أكثر من 9 ملايين ضيف ولاجئ يعيشون على أرض مصر من نحو 133 دولة بنسبة 50.4% ذكور و49.6% إناث وبمتوسط عمري يصل إلى 35 سنة يمثلون 8.7% من حجم سكان مصر هذا وكلفها رئيس الوزراء بتدقيق هذه الأعداد وفي الوقت نفسه حصر وتجميع ما تتحمله الدولة مقابل ما يتم تقديمه من خدمات في مختلف القطاعات لضيوف مصر مشددا على ضرورة توثيق مختلف جهود الدولة لرعاية هذه الملايين ترجمة نانسي قنقر Sycoon وشّما ثم